في أبراج كده بطبيعتها بتعرف تزوئ الكلام يعني عندها صنع التزوئ الكلام وفي أبراج كده ربنا ما يكتب عليك يعني ولا علينا بتحد في دابش وربنا يجع الكلامنا خفيفة عليهم قوي في حلقة النهاردة يعني أنا قلت نعمل حلقة فن كده بقالنا كتير عمالين فراء وخصام واجع قلب فقلنا نعمل حلقة فن في النص كده هناخد كل الأبراج من الـ 12 للمركز الأول وما نش هطول عليكم ولكن أنا بحب جدا مشاركاتكم فاكتبوا لي في التعليقات كل حد كده بتفرج عليها توقع برجو هيجي في المركز الكام وحد أسكى شوها كالعادة يكتب لنا برضو في التعليقات يتوقع مين هيجي في المركز الأول وتعالوا بنا نبتدي ولكن سريعا كده اللي مشتركش في القناة يا ريد يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض ويلا بينا مركز الـ 12 حد توقع هو برج الدلو العبقاري الرائع برج الدلو برج دايما بينطقي كلامه وبيبحث فيه وبيدور فيه وهو برج مش حد بطبعه وبيحب الناس قوي وبيحب انه هو يكون يعني ليه شعبية ومحبوب ومرغوب ومطلوب والأنسة كمان أنسة برج الدلو صاحبة قوة ناعمة كبيرة قوي فصاحب برج بالمواصفات دي هنقول عليه دابش هو أكتر برج ما هواش دابش فحلقة النهاردة كمان برج سياسي ومقنع جدا نخلي بالكم رجل ولسيامة يعني أنسة برج الدلو الهواء أعلى منه في المركز الـ 11 برج الميزان أخو في الطبيعة الهوائية ما هي الأبراج الهوائية هتقول كلمتها أوي في حلقة النهاردة أيضا الأنسة بتتمتع بقوة ناعمة والرجل سياسي أوي وعلى فكرة الأبراج دي لو بقت دابش بتبقى دابش بمزاجها يعني بتبقى أصدى عكس أبراج القمة هي دابش ممكن أصدى ومش غير أصدى هو دا طبعها وبتحدف في الوش وانت ونصيبك بها وانت ورزقك يعني يعني الدلوة والميزان ممكن يبقى دابش ولكن بيبقى قاصد ولكن بطبعه في أغلب تعاملات البرجين دول ما هماش كده دا عندهم زكاء اجتماعي كبير أوي لذلك تلاقي شعبيتهم الاجتماعية جارفة أوي وتستحق الإعجاب أعلى منه في المركز العشر عشان ننتهم العائلة الهوائية تماما الجوزاء وما أدراكما الجوزاء المزوئات الكبيرة دا بقى صنع تزوئ الكلام كبيرة أوي عنده وفاهم أوي ويعرف ينقي كلامه ويوصل لك الدبش بطريقة حلوة يعني ممكن يحط لك السم في العسل عادي ما عندهوش مشكلة وما تمسكش عليه حاجة والجوزاء صعب أن انت تغلطه حاله حال إخواته الهوائيين اللي سبقوه إحنا هنستمر في الصعود دلوقتي عشان ندخل في الجد شوية أو ندخل في منطقة وسطة وياريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة يعني أو ممتعة دوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الإشعارات العكس كان عادة ديس لايك وياريت تقولولي السبب كده في المركز التاسع معانا برج العقرب وما أدراك ببرج العقرب شرحه شرح الأبراج اللي سبقيته العقرب يمتلك زكاء اجتماعي كبير أول ولكن أحيانا بتهب منه لأنه برج عصبي ولكن مداري مش مبين يعني العقرب ممكن تحس إنه هو في أحيان دابش قوي وفي أحيان تحس إنه هو رايق قوي وكلامه بالمصطرة والألم ومتنقي وما فيش حد في الدنيا ولا شخصية في الدنيا يعرف يقول زي رجل أو امرأة برج العقرب أما يحط في دماغه ولكن بشكل عام برج العقرب برج زكي وناعم ويحب إنه محدش يغلطه ومن هذا المنطلق هتلاقيه بيجي معنا في المركز التاسع في حلقة النهاردة عذروني أنا بتكلم بسرعة عشان ما طاولش عليكم لإنه معنا كل الأوراق نعل أكتر ونوصل نعل أكتر نوصل للمركز الثامن مع برج الحوت الرقيق الحنين المعطاء الهادي اللي دايما بنقول اللي في إيده ومش ليه برج يعني حنوم بدرجة كبيرة أوي ومعطاء وكريم بشكل كبير أوي الحوت في منطقة وسطة لأن الحوت لما بتهب منه لأنه هو برج عصبي أوي رغم كل ده ممكن يبقى دبش أوي ويوجع أوي وهنا المفرقة الغريبة تخيلوا كتلة الإحساس دي ومراعاة المشاعر دي ممكن في بعض الأحيان تد في الوش ولكن لو جاب أخره أو تعصب وهو بيتعصب بسرعة عمتا ولكن الحوت رحمة رحمة حتى مقارنة يعني ببرج اللي بيجي في المركز السابع برج الحمل اللي ممكن يتهم من بعض المقربين لي أنه هو دبش برج الحمل وامرأة برج الحمل حد في توجيه النصيحة إلى حد ما وفي انتقاضها إلى حد ما ورجل الحمل ولكن الأنسة هنا ودي المفرقة برضو الغريبة في شخصية البرج ده أن المرأة ممكن تكون أشد من الرجل في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في حالة النهار ده يعني أنا برضو الله يكون فعون اللي بيتعامله معايا بس أنا برضو مش زي برج الأسد اللي بيجي في المركز السادس الطبيعة النارية بتقول برضو كلمتها النار لما يعني بتتعصب أو لما تيجي على كرامتها أو لما تعمل حاجة كده ما تعجبهاش ممكن برضو تد في الوش وما يهمها اللي برج الأسد ما يجيش في أبراج القمة قوي إنه هو برج اجتماعي وبيحب الناس وبرج طيب القلب خلي بالكم ومش شيال من داخله يعني وبرج برضو برنس في نفسه سواء الرجل أو المرأة وبيحب الصدقات وبيحب إنه هو بس مشكلته عايز يبقى الزعيم ومال وحبايب ونصهر وما فيش مشكلة بس أنا نمبر ون رجل وإمراء الحتة دي فيهم على حد السواء برج الأسد ممكن ممكن في بعض الأحيان في بعض الأحيان كده تخرج معنى كلمة برنس اللي هي موجودة في شخصيته وجوه شخصيته يعني ولكن برضو في بعض الأحيان بتهب منه ما هو برج ناري في الأول وفي الآخر يعني لما انقرنوا بالأبراج الهوائية بصراحة في الموضوع ده الأبراج الهوائية هتتفوق عليه يا رجل أول مرة نخش في الجد بقى أكتر وأكتر والخمسة اللي ربنا يجعل كلامنا خفيفة عنهم الخمسة اللي بيحدفه ظلط ظلط من الكبير ده عارفينه فيه ظلط مش الصغير فيه ظلط كبير كده عامل زي البلوك كلابياد ده مش عارف تعرفه ولا لا في الوش كده وانت ونصيبك يا عدت من جنب ودنك يا لزقت في وشك وفي الآخر يقولك وفيه حاجة وجعتك يعني من أول برج السرطان اللي بييجي في المركز الخامس صراحة يعني فيه مميزات كتير ولكن برج السرطان رغم كل ده ما عندوش صنع التزوئ الكلام بشكل كبير قوي وحتة الانتقادة عنده صعبة قوي وذاكرته فلازية يعني دماغ برج السرطان رجل أو امرأة ذاكرة كبيرة تفتكر لك أدق أدق التفاصيل وطلقت كل حاجة عاملة زي الرادار كده ما فيش حاجة تعد عليها وآه بقى لو تكلم قاله وديت له المجال وتفتح وبدأ انه هو يتكلم مش هيسكتا لما يخليك يا إما تقوم وتسيبه وتمشي يا إما تنتحر وانت بحظك ندخل بقى على رباعي القمة رباعي خط النار وفعلا يستحقه اللقب ده في حلقة النهاردة من أول البرج اللي معظم أصدقائي منه اللي هو برج الجدي الطرابي وما أدراك ببرج الجدي الطرابي أصله ما بيعجبوش الحال المائي البرج الجدي ده من الأبراج اللي ما بيعجباش الحال المائي ولو شاف حاجة مش عجبه وما تكلمش وإيد ده بلوك ودبش في الوش كده يعية ممكن يعية فيها يجيله مرض فيها يعني فلازم يخرج اللي جوا عشان ما يحصلوش مضاعفة فبرج الجدي برج عنيد وعصبي وناقض بشكل كبير قوي وفي الوش خلي بالك وفي الآخر يقولك وانا قلت حاجة ده بيتدلع أو هي بتدلع برج الجدي كده على فكرة نعلى بقى وإن كان ده مواصفات اللي في المركز الرابح فما بالكم بالمركز الثالث طب حد توقع من الكبير بتاع الليلة دي كلها في حالية النهاردة وكتبنا في التعليلات كتبوا لأننا بكون سعيد وانا بشارككم وكمال خلوني أنوه بسرعة يعني يا جماعة احنا من نجر صفحة واحدة على الفيسبوك محمد أبوزين أي حد تاني يريد تدلو بلوك وإبلاغ عشان بيبقى نصاب رجال ساعدوني في محاربة يعني الاحتيالات دي العزراء في المركز الثالث شرحوا أخوه من نفس الفصيلة اللي احنا التقينا بيها في حالية النهاردة بتاع البورج الجدي دي ما بيعجبوش الحال الميل أضعاف مضعفة من بورج الجدي وبيدي اللي هو الصخر الكبير ده ممكن صخرك كده في وشك يعني بورج العزراء ممكن لسانه يكون بحد في ده بش ممكن يكرهك في عشتك ولو استلمك بقى يعني لو أنت عايش معاه في بيت واحد وانت بتعمل أخطاء كبيرة أو أخطاء صغيرة حتى لأن بورج العزراء بورج منظم أو بيحب كل حاجة ممكن بورج العزراء يكون بيقولك بهدف النصيحة زي بورج الجدي ولكن هي نصيحة هتطلع صعبة أو هتطلع كبيرة أو يعني من بورج العزراء فخلي بالك برضو من النقطة دي نخش في الجدي أكتر وأكتر نوصل للمركز الثاني وما أدراك بالمركز الثاني في حالية النهاردة بورج القوس الناري بورج القوس الناري آه برضو من الأبراج اللي ما شاء الله يعني لسانها بيحدف دبش قاتل دبش قاتل يعني وبرج القوس بيحدث بسرعة أكتر يعني العزراء ممكن تلاقي عنده صبر شوية يعني ممكن يستنى كده لحد ما أنت تخلص الغلط والموقف وبعدين في الآخر يستلم القوس بقى من أول ما يلاحظ أن أنت هتعمل حاجة غلط أو حاجة مش عجبا بيد في الوش الوش ويجي سايبك وماشي يسيبك تولع العزراء ممكن يتناقش معك والجدي والسرطان ممكن يتناقشوا معك القوس يرمي ويمشي وينسى يعني يديك الدبشاية وتقعد تعاني وتاني يوم عادي ناسى ممكن اللي هو عمله يعني طيب اللي في المركز الأول حد توقعه في حالات النهار ده ما أعتقدش أنه هيكون مفاجأة يعني بالنسبة لكتير هو برج الطور الطرابي رجل أو امرأة ده أكتر برج بيد دبش في الوش وأكتر برج دماغه زلطة زي ما احنا قلنا من عنوان الفيديو هو تميل أبراج برضو لم يعجبهش الحل المايل زي نفس الفصيلة بتاعي الطبيعة الطرابية اللي قيلة كلمتها بشكل كبير في أبراج القمة في حلقة النهار ده برج الطور ما بيعديش عليه فهمته سانية ما بيعديش عليه الهوى وبرج الطور ممكن تلاقي عنده صبر قوي في انتقادك وحتفك أو القائك بالدبش يعني وما يرتاحش لما يحس ان هو عورك ان انت تعورت يعني وكلامه جاب نتيجة طول ما هو بيتكلم كده وانت مش متأثر تجنن برج الطور وده نصيحة عايز ان انت تجنن أبراج القمة دي في الموضوع ده حسسهم ان كلامهم مش مؤثر هتخليهم ينكشوا شعرهم ويشدوا وممكن يولعوا في نفسهم الطور يعني كمان هو برج متحفز قوي قوي عشان كده بتلاقي فيه يعني بيعمل اكس كده على كتير من تصرفات الاشخاص المحيطين به ومن وجهة نظره بيشوفها انه تصرفات خاطئة ولازم يدلي بدلو وبقى لازم ينتقد ويقول وبراحته بقى هو ليه اساليب وتفردة بيتفنن هو فيها مع نفسه كده برج الطور اكتبولي رأيكم في الحالة قديمة لانه مهمة اوه انتم عيلتي وانا رأيكم في المقام الاول مهم عندي وقناتنا التانية الفطفضة والانستجرام والفيسبوك اللي عايز تواصل معاك كل الرابط دي في وصف الفيديو وفي اول تعليق يريد تشتركوا وتشرفوني وتوسعوا قاعدة علتنا تشيروا الحلقة دي لو شايفينها مفيدة على قد ما تقدروا خاصة اصدقائي اللي على الفيسبوك واكون شاكر لهم اوي وممكن نعمل لايف الساعة 12 او واحدة بالليل اللي صاحي على الفيسبوك يعني حد عنده اي سؤال او اي استفسار يعني في الرنج ده ان شاء الله بنسبة 99% هنعمل لايف لاني بقالي كتير ما عملتش لايف وحشتوني والى اللقاء وان شاء الله نلتقي قريب ممكن نلتقي بكرة وتصبح على خير اشتركوا في القناة